أن هذه الكلمة من أراد بها الإمام الشافعي؟ من خاطب بها الإمام الشافعي؟ هذا اللفظ ما نقل عنه إنما نقل عنه إذا قلت قولا وسمعتم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف قولي فاضربوا بقول عرض الحائط وكلمات وكلمات أخرى كثيرة تؤدي هذا المعنى إذن الإمام الشافعي يخاطب أحد تلامذته إذا رأيتم إذا رأيت إذا سمعتم إذا قلت والواقع أنني أحصيت هذه الكلمات نقلها عنه الإمام أحمد والحميدي وأبو ثور والزعفراني والربيع بن سليمان والمرادي وآخر ثمانة علماء نقلوا عنه هذه الكلمة يخاطبهم بها فأنا أسأل هنا هل الإمام الشافعي يخاطب السوق والعوام أو يخاطب أئمة كأبي ثور والحميدي والإمام أحمد وهكذا لا شك أنه يخاطب أئمة نأتي نحن نأخذ هذا الخطاب للأئمة فنواجه للسوق هذا الذي نسكو منه أو مجملة ما نسكو سوق التطبيق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة